السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد معاكم ايمان حمدي الفيديو تعالي وما درت لكم ديول في الدار مشي انا لي درتهم لكم درتهم لكم طرطة كريمة اللي هي مختصة في الديول على طريقة التقليدية الديول تحام ما يتعودوش غرب السميد السميد وحده وما فيهم حتى قرم تعفالينه ونوتهم صداقات جارية عليها ان شاء الله قاتلكم كامل ادعووني ان شاء الله ربي يجيب لها شفاء ان شاء الله هو يعيشها لوليدتها هذا ما كان لطا كريمة هادي من بكريف الحومة هنا يتخدم الديول وتصدقهم للناس كي يقرب رمضان جامعين تبيحهم يبختمس كي ناقيسها وقيسر الحوم اي وحده قاتلكم زوالية وما عندهاش مدخول حب تديرها يعني صنعتها وما فهمتش الفيديو قاتلكم تكون تكتكتها وتجيل عندها تعلمهم لها باطل تدعي لها برك هنا نبدأ وديراكتما في الوصفة والمقادر عندي كيلو حدير كيلو تاع سميد ووريت لكم سميد باش ما تسقسونيش على نوع السميد السميد لازم يكون رطب نوعية جيدة اللي فيه العلك احنا درناه سميد اماما تعالباكيت كي ما را كنت شوفوا سميد رطب بالعاني هنا يا وزنت قدامكم شوفوا ماماناني حنتعلم معاكم اول مرة حنشوف قدامي كيفاش يخدموا الديول انا الديول خاطيني انا نشريهم كيما انا كيما انتم شوفوا كيلو سويسو جبت هنا يا الجفنة حط غربل هاداك سميد قد لكم غربلوه فيهم غرب السميد والماء والملحات دوش فيهم هنا يا الماء على بريد سقسيوني دايما على كمية الماء درت هنا يا ريتلاونس كانت عندي قرعات على ريتلاونس فينا الماء درناه 900 ميلي لتر اقل من لتر اخذتنا كامل هاد الوصفة يعني اخذى في السميد الداخل هنا يا حنطم هاداك السميد وحده غرب الماء من ديرش كامل الملح ما زال من ديرش دوكاتيك الملح شوفوا الله يبارك السميد هادا يشحى شباب يعني ديجا لك والاختاع وبرك راهي تبين قد لكم ديول اللي فيهم الفارينة ما راهمش ديول يقول لي كي البلاستيك من بعد شوفوا كيفاش راهي تشمخ برك في هاداك السميد هنه يحدي العجينة شوية طرية مشيت جارية جارية ومشيت يبسى كيما تعال المسمن يعني نشمخوها يبسى تعال المسمن معلون وخليوها تريح هادي نشمخوها شوية طرية ونخليوها نغطيوها بساشي ونخليوها ربع ساعة هادا ما كان شوفوا كيفاش تلقى روحة اللي تحب ترميها في البيتران تترميها في البيتران تخليها الدور تتعجن حتى تود ليليس دوكاتيك تبدأ تطري فيها بالماء هنه يالعجينة كيما ديرولها شلملح يعني تخليوها تريح ربع ساعة تلعشرين دقيقة رايحة تتعجن واحدها سقطوا لكي نسميد الشباب وفيه العل كيما هذا شوفوا هنه يالعجنتها شوية برك وحتلت قايق هكذاك ولدت الترتق دارت النبولة ولدت الترتق انتوما استعملوا نوعية جيدة سميد ورا هي دوكاتيك تطري فيها بالماء شوفوا كيما نديرو الخفاف تدلك وفي نفس الوقت تطري في العجين تعاود تنشفوه كامل ما هذا كل ما تعاود تزيد له الماء الملح في هاد فيه كيلو سميد درنا مغرف صغيرة تاع الملح تكون معمرة شوية كيما تعرفوا السميد يحب الملح مش كيما الفانين وما لازمش يكونوا يعني مالحين بزاف بصح لازم يكون فيهم الملح شوفوا مغرف صغيرة تاع الملح هنا ينسينا هنو ما منديروه قبل منسينا هكذا يدو كوتي ودخلاته في العجين شوفوا العجين يعني سبحان الله كي دخلنا فيها الملح كيفش قساحت وشدت روحها يعني الملح هو لي يعطل العجين بشي التاجن وعلا يعني خودوا هاد النقطة بعين اعتبار شوفوا كيفش شراهي تخبط فيها ها قدايا يعني ما حبيت نقص لكم والو بش تشوفوا ملح كيفش خدمت لعبات هاديك شوفوا العجينة هنويا كيفش ولت تطلق في العل كدلكوها بهات الطريقة هادي قلتلكم تقدروا تستعملوا العجان قلتلكم تقدروا ترميوها في البيتخام وتخليوها الدور تخبط و او ممتون تزيدوا لها الماء احنا يتعمدنا نديروها لكم هاكدا يبيت دينا بس كي بالنسبة لي انا اللي تخدم ديول وتبيع واحدة محتاجة يعني ما راهيش لابس بيها وهدو ما يعني لي محتاجات ويحبو يسترزقوا هاكدا ارزق حلال وفدر لي تعرف ماذا بيها تعلمها يعني كغاتويتما ما تروحش تقولها خلصيني ونديلك دورة ونديلك دورة وتع ديول وكدا بس كي ما يتعلموش ديول بشية يخدموهم للناس غير الناس لي محتاجين فغيمو يعني دو كان ما كاش لي يخدم القبرو والناس كامل ولا تتشوف يعني تعبد الدراهم سبحان الله درت لكم انا يا هاد الدورة معططة كريمة مجانية وقتلكم اللي يعني حبت دئسيات ومعرفتش ولا ما فهمتش مليح لفيديو وحبت تتعلم وتكون فغيمو محتاجة مشي وحدة تتعلم بش تختم ليها في الدار وحدة لي محتاجة وحبت ديرهم مصدر رزق تحها قاتلكم وشافت الفيديو ما فهمتش ولا ما تعلمتش كاين لي تعلم يعني من اول تجي مرة وكاين لي لا غالب لازم له بلوز لغفو بشي تعلم قاتلكم جيل عندها الدار تعلمها غات ويتمو يعني باطل صداقة جارية عليها هاد ده مكان وقاتلكم علمتش حل من واحد وش حل من واحدة والله يبارك والله يخدموهم ودخلوا بهم درهم كبار ولي حبت تتعلمهم ليها هي باش تولي تخدمهم في الدار كاين الناس ما تحبش تشري ديول كاين الناس يعني يحبوا يديروا كلش بيديهم قاتلكم تبعوا بياها هاد الفيديو راهي واضحة وتشرح نفسها شوفوا هنا يا حتى تتولي العجينة شوفوا القاوة متاحة شوفوا كيف شرح الالستيكة تولت يعني تلقت كامل العلك شوفوا لازم تكون مع الكلابات هادي ومدرنا لهاش حتى يالو كان قرام واحد تعثارين شوفوا كيف شرحي جارية قاتلكم تجريوهاش كتر من هكا خاصة مبتدئات قاتلكم هي مرفا تديرها جارية على هكذا مي تمالي اول مراح تخدمها ديها شيئا صعيبة اللغ ما تجريوهاش بزاف باش ديكم سهلا في الخدمة هادا هو القاوة مني تحبسو فيه شوفوا في فشرة هجارية بصح ما تلسقش في اليدين انا كي دخلت فيها يدي وشنو وشمخوش يا يديكم ما تلسقلكمش كامل في يديكم شوفوا تقريبا تسعمية مليلتر اقل مليلتر يعني في كيلو تاع سميد وشنو كي العادة نقول لكم ما تروحوش كامل تكبوه ضربة واحدة وكل سميد شحال يرفض شوفوا هنا يا سييو هكذا يا لازم تكون تلسق وتتنحى شغول الاستيكي اخبطوها غال هكذا هادا ما كان سهلا مهلا ما تريح ما ولو تروحوا تخدمو الديول تاعكم احنا درنا كيلو سميد خرجونا ستة تزينة الله يبارك يعني لو كان درت كامل ذاك الباكيت عزوش كيلو رايح يخرج لي تناشن تزينة اراكوتي معجيني وشحال يشدو لكم تناشن تزينة كديرو كل يوم تزينة يشدو لكم تناشن يوم اهنا يا وريت لكم النار تعطابونا قد لكم في الجوانب نقصو لها النار بيان وفي الوسط شوية تكون شوية زايدة على الجوانب عندها هاد سنيوة تحقت لكم سنيوة عيقدي ما تعلن حاس خدمتها دي غاكتمو فقهد لاغري ملسقطها ما تتناشاش هاد سنيوة هادي قاتلكم قبل ما تخدم بها الديول تبييتها في الزيت تبييتها والصباح تمسحها ملاح وهاد سنيوة هادو ما ما لازمش كامل تغسلو بالماء وإلا عندكم سنيوة مشيتة على نحاس تقدروا تستعملوها طبعا وشنوه تعليمنيوم ما لازمش تكون جديدة لازم تكون تعليمنيوم شوية تقيلة قاتلكم بيتوها في الزيت ولا خليوها شحل منهار وهي في الزيت من بعد سي وخدموا بها هاكدا غير بالعقل شوفوا كيفاش يتنحاو وشوفوا شحل الرقاق جاو ومشاء الله هنا يعني دايرة سنيوة من التحت واني دايرة طرشونة واني دايرة ساشي واني نحطها هاكدا في الديول من بعد نغطيهم بطرشونة من الديا شمخوها شوية لازم تكون من الديا غطيوا الديول تعكم زيدوا فقهم ساشي ومين داك مين داك تمسح السنيوة تحا هاديك طرشونة الأكاغو هاد طلاش انتا وحا تخدم غير بيهم فيها قطرة قطرة تاعة زيت تمسح سنيوة تحا بالزيت بهاديك طرشونة اللي فيها قطرة زيت من بعد تعود تمسحها بالطرشونة واحد اخرى ناشفة لو كانت تكون سنيوة مزيتة بزاف ما يلسقش فيها العجين شوفوا كيفاش راهي تخدم فيهم وشنو قاتلكم لازم تتزربو شوية والمبتدئات اللي كي مع انا انا سييد زوج جاوني شوية ما قاتلي معليش قاتلي طزين اللولا رايحين يعني تعوجوهم شوية تكرفصوهم من بعد يتسقموا معاكم مع التكرارة هكذا تتسرح يدكم شوفوا وبالنسبة اللي شرت سنيوة عن حاس جديدة قاتلكم تخليها في الزيت يعني تعمرها بالزيت وتخليها يومين تلتيام يعني وش قدرت قبل ما تخدم بيها وهنا يا شوفوا أشكفو راهي تشم خيدها بش ترفض العجين وهديك الكورة شوفوا كي تخدم بيها حبة ديول ما تعاودش تدير بيها لادوزين بس كتكون سخونة قاتلكم خليوها بجيه تبرد ديروا كورة واحد اخرى رفضوا مجيها واحد اخرى و هكذا يا يعني كيت برد هديك العجينة عاودوا ولي وليها وقعدوها كيا أشكفو بدلوا الكورة هديك شوفوا كي يكون عندكم الزوائد كيفاش تمسحوهم بش بش تجيه وطش العجينة هكذا ليس وبسباتش يقولوا اي حاجة تحتب كرتوا هكذا الجوانب وهنا كيفاش تعرفوها باليطابة تتنحى معاكم تم تم تتنحوا ما تقويوش النار بش ما ما تغلبكمش سنيوات عاكم في الطيب المهم ديروا سنيوات تكون تقيلة كاين سنيوات تتعال تعال واسموها ذاك لالي من يوم وهو ما تقال انا عندي وحدة كارية تقيلة هايلة قاتلي هادي لوكنجة مدورات شمخيها في الزيت سماعنا قطي تخدم لك تخيت خبيا وهملك هنا يا بعد ما يعني كملناهم كامل شوفوش هالشابين جاوا ما شاء الله جاوتهم هايل بزفر قاقوا وجي الحباء الى السيكي يعني قتلها هادوما تعمحنشا شوفو خليوهم قاتلكم واحدة زو السواية حاقدك فطرشونا من الديام غطيين حتى يطراو من بعد سيباريوهم في دي ساشي ولا خبيوهم في الكونجيلاتور وكتس حقو جبدو بالواحد شوفو كيف هاجت جاوا جاوا ما شاء الله نتمنى من كل واحدة شافت لا فيديو هادي تدعيل تطاة كريمة بالشيفاء مسكينة تطاة كريمة مريضة ان شاء الله ربي شافيها ان شاء الله يا ربي هذا ما كان وربي يجعلها ان شاء الله صدقة جارية عليها وعلى ولدها لكل واحدة استفادت من هاد الفيديو هادي ولي عندها اي استفسار ولا ما فهمتش اي حاجة خلي ولي تعليقاتكم رايحة نرد عليكم كامل ان شاء الله ولي عجبت هالا فيديو كل عادة نقول لكم ما تنسوش تبرتجيوها مع احبابكم وصحابكم هكدا لتعم الفائدة وزيدوا تشجعوا قناتي ولي جربت الديول هادو ماذا بها تخلينا هكدا يبش نشوفوا كامل تطبيقات في القروف فيسبوك نخليه لكم دايما في صندوق الوصف تحت الفيديو اضغطوا تحت الفيديو خرجوا لكم صندوق الوصف تلقوا فيه المقادر وتلقوا الروابط توعية على انستغرام وتع القروف فيسبوك ولا شوفوا هنا يا الديول توعية كيفاش تكرفسوها ديروا لها وش حبيتو الطريين هايلين ويقعدوا مقلمشين وقالت لكم هادو ما ما يتحرقوش في الزيت مشيتمتم يتحمرو كمتاع الفارينة قالت لكم ما طيبوهم بعقلكم ويقعدوا مقلمشين مامي بردو يقعدوا مقلمشين ونقول لكم تبقوا على خير ونطلقوا في وصفات اخرى ان شاء الله السلام